السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وحضراتكم بخير انا قلع ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن شغل الانلاين انا اعلنت عن جروبين جروب تأسيس عشان يا جماعة كتر الاسئلة على الخاص انا والله ما بقتش عارف ارد على الناس انا عملت جروب تأسيس من الصفر كلامي واضح وصريح تأسيس من الصفر عربي ماس انجلش طب انا ابن حكومي يبقى عربي حساب انجلش يعني ايه مستعي يعني هشرة حساب وعربي في الجروب طيب الجروب ده من سن ايه تلات سنين اربع سنين خمس سنين ست سنوات ما تأسسش سبع سنوات ما اخدش حاجة او نس اللي اخدوا كله هنبدأ من فين من حروف الف با تا ثا جيم حا خا وهنكمل بعد كده فتحة وضمة وكسرة ومدود الاخر التأسيس طيب الانجليزي هنبدأ من اي كابتل اي بي كابتل بي سمول سي كابتل سي سمول هنخلصهم وناخد اصوات الحروف والشورت فاولز واللونج فاولز وحروف السايلانت وحروف المركبة ونكمل طيب مسلا لا هنكمل بعد انت عايز ابنك فونكس بس اوقف عند الفونكس واطلع من الجروب طيب عايز تكمل هنكمل بعد كده طيب الماس هناخدوا الاركام بعد كده الجمع وبالطرح سواء عربي او حساب ونكمل باقي اصغر واكبر من لزان ومرزم ونكمل ده بالنسبة لجروب التأسيس كلامي واضح وصريح اللي الجروب ده يناسب ابنه يدخل يكلمني خاص للحجز تمام حد يدخل يقول لي انا ابن تانية هينفع له ده طب انا قلت يا جماعة ان ده من الصفر من الصفر من الصفر طب ابن اخد قبل كده الحروف ونسيها ده هينفعه ابن اخد فتحه دم وكسرة بس الناس ده كله هينفعه يبقى خلصنا من جروب الاولاني الناس بعت معلنة عن الجروب يا مستر طب تعمل لنا جروب اكبر من كده شوية يكون واولة وتانية وتالتة والناس كلها اللي عايزت اس انجليزي فعملت جروب للفونيكس فونيكس بس هيبدأ هناخد اصوات الحروف والشورت فاولز واللونج فاولز الحروف المركبة والحروف ونكمل باقي المسيرة تمام اه دول الكرسين اللي انا اعلنت عنه واحد من الصفر تلات مواد واحد فونيكس بس واحد يدخل قولي طب انا ابني مخلص فتحه وضمه وكسرة مفيش جروب تاني لأ هو جروب من دولي بس قدام شوية هنعمل واحد للسن الكبير شوية اللي هو الحركات كلها تمام طيب انا ابني عارف الحروف وعايز ابدأ معامل فتحه اعملي ممكن تشترك في جروب الفونيكس شهري واحد شهري واحد يكون الجروب التاني عد الحروف تنقلو من جروب الفونيكس لجروب الايه التأسيس تمام حد يدخل يقول لي انا ابني عنده اربع سنين خمس سنين هشترك في الجروبين ينفع اقول لأ الافضل لك تشترك في جروب اللي هو الاخضاء ما هو اربع سنين ونص وخمس سنين وهو محتاج من التأسيس من الصفر حد يدخل يقول لي طب انا ابني لعبي ابني ما بسمعش كلامي ابني كتير الحركة. كل الانلاين اللي شغالين معي وبحضراتكم بشوف فيديوهات بتاعتهم ونتيجهم الممتازة ديت كلهم ماماتهم او المام بتاعتهم قالت لي في الاول ابني كتير الحركة ابني ما بيسمع ليش ابني ما بيعود ليش وقعدوا قدام الموبايل وقدام الحصة واشتغلوا والحمد لله جاب نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. تمام? ده بالنسبة للكورسين دول. اه اه شايف ابنك يناسب جروب ده اشتغلوا. طب حد يقول لي ثلاث سنين. انا عامل جروب ده من سنة ثلاث سنين وثلاثة ونص واربعة وخمسة. هبدأ من الاول. من الصفر خالص. اناسبك. ادخل قول لي يا مثل انا عايز احجز. ابعث لي الرقم اللي هحول لك عليه الفلوس عشان تبعث لي رابط الجروب وانضمه. الله يكرمكم. انا اللي بجاوب. وانا اللي بشرح. وانا للأدمن. وانا للمشرف. وانا ما بحبش حد يتفق لي. ما بحبش حد يتكلم مع الناس غيري. عشان انا عارف ظروف كل واحد. وعارف اعرف اوصل انا انا مفهومي وغرضي ايه من الجروب ده. فاللي الجروب ده يناسب ويدخل يا مستر انا عايز جروب التأسيس من الصفر. اشترك ازاي? احجز ازاي? يا مستر انا عايز جروب الفونكس لابني. احجز ازاي? بس. غير كده الله يكرمك. اللي داخل يسعر. اللي داخل يهزر. اللي داخلها تتفضية. وداخلها تهزر. احنا مش فاضين الكلام ده. في ناس اولادها نفسي كل حاجة. في ناس محتاجين التأسيس ده. انا والله الجروب دي عاملها بناء على طلب الناس. بناء على طلب الناس. طيب يا مستر انا مسافرة برة وعايز اشترك اي حد اختك اخوكي اهلك يبعث لي من فودافون كاش في مصر. لان ما فيش اي طرقة تانية غير فودافون كاش وفوري. لا بريد ولا من برة ولا اي حاجة تانية. ده يا جماعة الله يكرمكم الله يكرمكم كل التفاصيل. الجاد الجاد. طيب يا مستر. هنشتغل ازاي يا جماعة? هيبقى جروب بس مباشر. بس مباشر على على الجروب ده. تمام? طيب يا مستر الموعيد معنا ناس ده كثرة وناس شغالة وناس موظفة فاكيد هنراعي كل ده هنراعي ده كل ده في المعاد. المعاد هيبدأ امتى? هيوم خمستاشر ستة. بازن الله بقى يومين او تلاتة في الحجز. طيب اه 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 انا عندي سؤال وانت بتشرح يا مستر. هعمله ازاي? يا جماعة هيبقى معايا موبايلين. موبايل شغال بي شرح وموبايل التاني في اي دي. تمام? بقى الكون التاني داخل اشوف التعليقات. يا مستر حمزة مش فاهم الحتة دي. حمزة بقول لك عدهالي. محمود بقول لك انه مش فاهم. هقول يا محمود دي هتكتب طبعا استفسار بتاع عمامته قاعدة جنبه. شايفة الاستفسار اللي هو بيسأله. هيكتبه لي في الكومنت. انا هشرح على الصبورة. تمام? طيب. هنشتغل ازاي? انا هشرح طبعا انت حياة كلام. حابب معاك كراسة جنب ابنك وتكتب الشرح في الكراسة. الكراسة التانية بقى فاهم ويرك. واجب بتاعه. هدهوله اخر الحصة. هتعلم الواجب ازاي مستر? هتصور لي بعد ما يكتبه. هتصوره موبايل وتبعته لي على المسنجر. تمام? تعرفوا ان في حصة. في مستر مستنيك. في الزام. ألزموا بالحصة. ألزموا بحصة وشغال بيها. طيب. في الفونيكس حيسجل للكلمات اللي اخدها في الحصة. واسوات الحروف والمكررة عليه في الحصة. هيبعتها لي. هقول له لا يا حبيبي. صوتك هنا في الحرف ده قلته غلط. لازم تفتح بقى كنا. كمان هيبقى في فيديوهات. هخليه رمي فيديوهات قدامه وانا شايفه. ويبعتها لي على المسنجر. ده كل التفاصيل. ده كل التفاصيل. بس مباشرة هيفضل متسيف على الجروب. ما لقدر الله عندك ظروف الحصة دي. مش قادرة تحضري. او مشكلة. هتلاقي البسمة سايف على الجروب. ترجعيله في اي وقت. ممكن بعد ما تشرح لابنك. هتاخد الكراسة اللي انت كتبت فيها الشرح. وانت بعد الحصة ما تخلص. وعزكري له. هتزكري له بنفس طريقتي. بنفس طريقتي ليه? عشان الطفل ما تشتتش. نفس الطريقة الميستر شغل بيها. ماما شغل بيها. فالمعلومة تثبت. المعلومة تثبت. انا مبقولش كلام ده من فراغ. مبقولش كلام ده من فراغ. مجربة مرة واتنين وتلاتة وعلى اطفال. الطفل ما لم يعاني من توحد او صعبات تعلم بازن الله. بازن الله. الحمد لله. حيجيب نتائج ممتازة الحمد لله ومعايا. انا من انا شغال اونلاين. قبل موضوع الكورونا ما يبتدي. ليه? عشان انا ما كاني بعيد عن الناس اللي كانت في القاهرة او برا مسافرة برا. وعايزين ياسسوا اولادهم. الحمد لله. مفيش حد اشتغل معايا. وما جابش نتيجة. فقلنا بس مباشر. عندك السؤال وانا بشرح. اولاد مش فهمه. هكتبه في كومنت. انا شايف الترفون في ايدي. وايه? وهجاوب عليه. الواجب هيتسمع على على الخاص. واجب هيتسمع بتاعه. ريته. كل حاجة ده كل التفاصيل. الجروب بتأسيس من الصفر. تلات مواد يناسب ابنك. ادخل على طول. ما تقول ليش تفاصيل. انت عرف التفاصيل في فيديو ده. انا قلت كل التفاصيل. ما ضيعش وقتي ولا وقتك. انا عندي شغل. وعند التزامات. وعندي ناس كتيرة جدة. بتكلم معها. نزي على روز طبعا. اه اه ادخل. اقول لي مستر انا عايز احجز جروب التأسيس. انا عرفت كل التفاصيل. عايز احجز احجز ازاي? يا مستر انا عرفت جروب الفونكس. كل التفاصيل. عايز احجز احجز ازاي? بس. ممنوع اي كلام غير كده. اللي هيبعت الرسالة الخاصة. اقول لي تفاصيل. هبعته الفيديو ده. وما اسألنيش عن اي تفاصيل غير كده. لان انا قلت كل التفاصيل في الفيديو. التحويل عن فدفون كاش او فوري. على رقم انا ببعته لك. تمام? ده كل ما يخص الفونكس. وخص جروب التأسيس. طيب. آآ آآ عايزين نعمل جروب مناهج. ان شاء الله لو لو لقيت استحسان او لقيت الفكرة الناس قبلها. ممكن بازن الله نعمل جروب مناهج. ده هيكون على الاول الدراس طبعا. آآ او جروب اللي هو الحركات فتح ضام كسر والمدود والحاجات دي. لو الناس لو الناس حابة نعمل جروب ده. يعلقوا تحت الفيديو. نقول معاك يا مصر في جروب يكون اكبر من كده سنة. مش من الصفر يكون اكبر من كده شوية. تمام? ده كل كل ما يخص جروب. آآ 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 ربنا يحفظكم. ويحفظ اولادكم. ويعدي الازمة دي على خير. آآ وبازن الله آآ آآ محفوظين. وبازن الله هنقسس ولاد في الصيف. نستغل الفترة الاجاز دي. نستغلها ان شاء الله. ونعمل آآ آآ تأسيس كويس جزء ده اللي اولادنا. آآ حتى لو حضنات فتحت اكيد مش تبعت ابنك يبقى الاولاين ده. تلات مواد آآ افضل له من الحضوانة. لا هينزل ولا يحتك بحد. آآ ابنك مش هيصحى الساعة ستة يروح الحضوانة او سبعة. لا ده هو هيصحى متأخر. هيكون فاطر. هيكون رايق. هيسمع الحصة بتركيز. غير ما يكون نازل الصبح الحضوانة بدري متقدر. ورايح غصبا عنه لفتر. ولا 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 مزاج ورايق. فمش يفهم الحصص. ده مقطة مهمة جدا خلي بالك منها. ابنك مش هينزل يتعرض لخطر. انا مقولش كده عشان حد يشترك. لأ ابنك مش هتعرض لخطر حتى لحضوانة فخطر بنزل فتحت انا او اغيري مش هيودي ابنه الحضوانة. يبقى ليه دور على بديل. تعليم كويس. آآ آآ مميزات كويسة. اقولت لك ابنك هيبقى فايق الصبح. مش الصبح. هيبقى متأخر الجروب. يعني عندك كل المميزات اللي تخليك تشترك في الجروب. تمام? تحت امركم في اي حاجة. وكده انا 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 قلت كل ما يخص الجروبس. ان شاء الله الاتنين بس تأسيس. اي حد محتاج يبقى لي. ما حدش يكتب لي تحت آآ 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 تفاصيل يا مسر. دي كل التفاصيل. ادخل قول لي انا عايز احجز اعمل ايه? شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.